اهلا بكم من جديد جدد وزير الخارجي الجزائري رمطة العمامرة من على منبر الجمعية العامة الأمامية تأكيد الجزائر دعمها لحق شعب صحراوي في إنهاء الاحتلال المغربي وممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال مضيفا في كلمته أن الجزائر تتطلع لأن تشكل القمة العربية المزمعي عقدها بالجزائر مطلع الشهر القادم محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك منوها أن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة بين الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد توبون اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات متتالية المسجد الأقصى المبارك وأدوا تقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحامات المستوطنين سقط عشرة قتلى على الأقل غالبيتهم عسكريون في هجوم في شمال بوركينفاسو وقال الجيش البركينبي في بيان إن قافلة امدادات لسكان ترافقها وحدة من الفوج الرابع عشر تعرضت أثناء توجهها إلى الجيبو لهجوم ارهابي بالقرب من البلدة الواقعة في مقاطعة سوم بمنطقة الساحل مضيفا أن الهجوم تسبب في أضرار بشرية ومادية ونقلت وسائل أعلام عن مصدر أمن قوله إن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي عشرة قتلى بين عناصر المفرزة بالإضافة إلى إصابات عديدة خطيرة فيما تم نشر تعزيزات في المنطقة لتقديم المساعدة للضحايا وتأمينها أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كمالاهاري ستزور الخميس المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية خلال زيارتها لكوريا الجنوبية وتتواجد نائبة الرئيس الأمريكي في توكيو على رأس وفد رئاسي أمريكي لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آب ثلاثة وتأتي زيارة التي أعلن عنها اليوم بعد أيام من إطلاق كوريا شمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر ووسط مخاوف من تجربة نووية محتملة خاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالا عنيفا في مناطق مختلفة من أوكرانيا ثلاثاء مع دخول الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها في يومها الأخير وبينما احتدم القتال في عدة بلدات أوكرانية وسط محاولة القوات الروسية التقدم جنوبا وغربا وقعت اشتباكات في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد فيما قال الجيش الأوكراني إن هجومه المضاد في خيرسون كبد روسيا خسائر بلغت 77 جنديا و6 دبابات و5 مدافع هاوتزر و3 أنظمة مضادة للطائرات و14 عربة مدرعة انطلقت مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي صباح ثلاثاء بوسط العاصمة اليابانية توكيو وقدرت مصادر إعلامية عدد الحضور بحوالي 6 ألاف ضيفة من بينهم أكثر من 190 وفدا أجنبيا يضم رؤساء دول وحكومات وقام الآلاف من اليابانيين بوضع باقات زهور خارج القاعة لتعبير عن احترامهم وتقديرهم لشينزو آبي فيما تسعى السلطات إلى تجنب حدوث قصور أمني على غرار ما جرى في حادث اغتياله شهر جوليو الماضي وصلنا إلى الختام الموجز للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعة عبر الموقع الكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة